أهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند النهاردة بتأكيد كان في تدريب صباحي لفريق النادي الأهلي استعداداً بتأكيد لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في زهاب الدور التمهيدي الثاني في دور أبطال إفريقيا المباراة يوم 16 والفريق يستعد خلال هذه الفترة رغم غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب ظروف الأجندة الدولية النهاردة بيتسو موسيماني عاقب المران أعلن أن بقرة يكون في راحة سلبية للفريق غداً الخميس وذلك ضمن برنامج الإعداد الذي يخده الفريق استعداداً لمباراة الحرس الوطني ضمكوا على الشاشة ده تدريب الفريق الصباحي اليوم واجتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات بالكورة حرس أيضاً موسيماني على منح تعليمات خاصة للعبين ويمكن تم إيقاف المران أكثر من مرة لتنفيذ بعض التعليمات الفنية وتصويب الأخطاء وبيتسو موسيماني لديه استراتيجية أن الفترة القادمة لن يخود الأهلي أي مباراودية حتى موعد الصفر إلى النيجر يوم 14 أكتوبر محمد شريف سينتظم في التدريبات يوم الجمعة المقبل كلنا عارفين محمد شريف عاقب استبعاده وخروجه من معسكر منتخبنا الوطني الجهاز الفني منح محمد شريف وأفشة حوالي 3-4 أيام راحة سلبية أفشة يمكن قالك لا أتضرب وفيش مشكلة كده أنا أخذ أجازة قبل صفر الفليل النيجر لأنه بتأكيد هيحتفل بزفافه إن شاء الله يوم 15 أكتوبر فبالطبع اتمرن لكن شريف واخد أجازة وهيبدأ يوصل للتدريبات من يوم الجمعة القادم وينتظم في التدريبات إن شاء الله مع الفريق زي ما بقول لكم أفشة هيغيب عن مباراة الحرس الوطني في النيجر بعد استئذان الجهاز الفني بقيادة بيتسو مسماني اللي بالتأكيد منحه أجازة يعني عشان يحتفل بزفافه ومعاد زفافه هيكون قبل موعد صفر الفريق إن شاء الله وتم التنصيق هذا الأمر بين أفشة مع الجهاز الفني والإداري